اتخذت مصر عدة قطوات لمواجهة ظاهرات التغير المناخية منها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية كما أطلقت مصر خطة لتحديث المساهمات المحددة وطنيا التي جاءت انطلاقا من التزام مصر في اتفاق باريس المزيد مع فاطيما خليل أهلا بكم اهتمام كبير توليه مصر لقضية التغيرات المناخية التي تمثل خطرا كبيرا على العالم والتي وضعت مصر خطة وطنية للتعامل معها ومع تداعيتها وأثرها تعد مصر من أكثر الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 6 من 10% وقد اتغذت مصر عدة خطوات لمواجهة ظاهرة التغير المناخية منها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية ليصبح الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها كما أطلقت مصر خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا والتي جاءت انطلاقا من الاتزام مصر في اتفاق باريس قبل الموعد المحدد لها في نوفمبر 2022 لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له ووضعت مصر الهدف الخامس من أهداف رؤية 2030 الخاص بالاستدامة البيئية تحت مسمى نظام بيئي متكامل ومستدام وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 في التاسع عشر من مايو 2022 والتي تمثلت أهدفها في عدة نقاط هامة وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات زيادة مصادر التقة المتجددة والبديلة في مزيج التاقة تعظيم كفاءة التاقة وتبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات لاحتباس الحرارية بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ تخفيف حدة الأثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ لحماية المواطنين من الأثار السلبية لهذه الظاهرة الحفاظ على الموارد الطبعية والمساحات الخضراء تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخية تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ كما أطلقت الدولة خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية مكونة من عدة محاور أهمها تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وانعكستها البيئية التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة الحد من مسببات التغيرات المناخية رفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها بناء القدرات وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا ووضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ في جميع القطاعات تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كما عملت مصر على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وسعت الدولة لدمج البعد البيئي في كافة المجالات وتم إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف كما سعت الحكومة إلى تخضير الموازنة العامة للدولة بهدف الوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030 ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر والتي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف والتي تتضمن مشروعات للتوسع في خطوط متر الأنفاق ومشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة وخطي المونوريل العاصمة الإدارية مدينة 6 أكتوبر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع كفاءة الطاقة بإقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد الكهرباء بالخلايا الفوتوولطية مثل مشروعات بنبان والزعفرانة والغردقة ومشروعات حماية السواحل الشمالية ومشروعات مواجهة الأمطار والسيول ومشروع تأهيل وزراعة المليون ونصف المليون فدان لتحقيق الأمن الغذائية وتعويض تدهور وتأكل الأراضي في الدلتة ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية مثل إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه إذن هي جهود حثيثة تبدلها مصر لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ومحاولة إيجاد حلول لها والمساهمة العالمية في مواجهتها للحفاظ على مستقبل الأرض وحمايتها للأجيال القادمة